بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عجل لوليك الفرج مذ أبصرت عيناي باحة داري حب الحسين هوية وشعاري عظم الله جورنا وأجوركم باستشهاد سيدتنا ومولاتنا السيدة فاطمة سلام الله عليها إحدى الأخوات تتحدث عن قصتها مع هذه السورة الجليلة سورة الصافات وكيف خلصتها من السحر والكآبة والكسل الكبير وجعلتها تنطلق مرة أخرى في الحياة وقضاء الحاجات وانقلبت حياتها مية وثمانين درجة تقول قصتي مع سورة الصافات كانت عندما كنت أعاني من الحزن والضيق وكثرة المشاكل والخلافات الزوجية بخلاف الأمراض والألم الجسدي دون سبب واضح كما كنت أواجه كسلا رهيبا غير مبرر يجعلني لا أنجز الأهداف والأعمال المطلوبة مني تقول بعد ذلك إني وجدت الحل السحري لكل المشاكل وأن تلك الطريقة هي الشافية المعافية كما أنها تكشف عن حالات المس والسحر وإلى غير ذلك تجلسين بعد العشاء وتقرأين العشر آيات الأولى من سورة الصافات وتكررين ذلك عشر مرات ويكون ذلك على كوب ماء مضاف إليه ماء الورد هذا ما سمعته من أحد العلماء الذين هم مختصون في قضايا العرفان والروحانيات تقول بأنه قمت بشرب نصفه وغتسلت بنصفه الآخر بعد ذلك كررت قراءة سورة الصافات واحد عشرين مرة تقول أنا بعدما فعل ذلك انقلبت حياتي مية وثمانين درجة اختلفت حياتي بالكامل وتحول الظروفي إلى الأحسن وانتهت المشاكل في بيتي والاختلافات بيني وبين زوجي وذهب هذا الكسل الرهيب وبدأت وحافظ على عبادتي بأوقاتها ولم أترك بعد ذلك قراءة سورة الصافات أبداً بهذه الطريقة المجربة نسأل الله سبحانه وتعالى أن نتمسك دائماً وأبداً بالقرآن والعتراء الذين فيهما شفاء من كل شيء برنامج صباحات ولا أيامين محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهم السلام